الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان في قلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رضي الله عنه القرآن الكريم دون غيره من الكتب مخصوص بهدايته للتي هي أقوم ففي قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم حصر وتخصيص لهذا القرآن الكريم بهدايته للتي هي أقوم وأن أي كتاب سواه لا يبلغ هذه المنزلة في هداه للتي هي أقوم فهو الكتاب المتفوق بهديه على جميع الكتب المتضمنة للهدي وفي هذا أنواع من التحديات للعقلاء المبتغين للهدى وللحكماء وللعلماء المستبصرين بأنوار الهدى فإنه يتحداهم أن يأتوا بما هو أهدى منه لمصالح العباد وبما هو أدل وأشمل لكل خير وسعادة ورشاد كلا بل هو أهدى ولا أهدى منه يهدي للتي هي أقوم ولا أقوم منه ولا أقصط ولا أصلح ولا أحكم منه أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أصدق من الله قيلا قل فلله الحجة البالغة حكمة بالغة فما تغني النذر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا والحمد لله رب العالمين